السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتير بيسألوا عن مسألة مهمة جدا هي مسألة اهداء ثواب القرآن للميد هل ثواب القرآن بيصل او لا يصل زي ما انتوا تعودتوا مني كتير اللي انا بقول ان المسائل دي يا جماعة مسائل فقهية ما ينفعش اناقشها بالسنة والبدعة بعض الاخوة الفضلاء يعني لما يجوا يناقشوا هذه المسائل يقولك هذه بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي هذه المسائل انما اختلف فيها السلف الصالح هذه المسائل انما اختلف فيها العلماء فانت كأنك تحقر من شأن العلماء عندما تناقشها في اطار السنة والبدعة انا شفعي المزى وقد ذهب الامام الشفعي الى انه لا يجوز اهداء ثواب القرآن الى الميد ولكن معتمد الحنابلة وهذا هو قول الامام احمد رحمة الله عليه الا انه يجوز او ذهب الى انه يجوز اهداء ثواب القرآن الى الميد وهذا القول هو اقرب الى قلبي واعتمدوا على ذلك بادلة يقينية صحيحة يعني قالوا انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباح اهداء ثواب وعبادات الى الميد فبالاجماع انه يجوز الحج عن الميد وبالاجماع انه يجوز التصدق على الميد يجوز الصوم عن الميد النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صوم عنه وليه فالامام احمد قال كما انه يجوز الحج والصوم والعمرة وكل هذه الاشياء يجوز اهداء ثواب القرآن الى الميد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته